ومن ثم ما بدأت الاحتجاجات وطبعا البعد ولت انتفاضة شعبية بكل معنى الكلمة لانها طالها قبع كبير وضحايا دي الخمسة وستين كتار ودخل العامل دي الضربة اللي كان هو الجنرال دريس بن عمار العالمي اللي كان يالله رجع من المعارك دي الصحاء وما يعني رجل معروف بأنه حاز يمي حاولوا بدأوا معنا بالتهديد وحنا كنا شوية ذاك الوقت داصرين كنا نقولوها بأننا قلنا له احنا ماشي ماشي نفح السي بيضاء وتقدر تدو صاحبنا وحنا هندخلوا نقرأوا ما كينتشي مشكل ما قيل هذا استقبلنا تصنطلينا وقالك يالله نمشيو عندي المحجوب بنصديق نقول له يدير الإضراب العام مشاهدين العزاء أهلا بكم نستضيف الأستاذ سهيل عبد الوحد أحد القيادة التاريخية لحزب التقدم والاشتراكية الأستاذ سهيل كان وزير سابق كالرئيس مدير عام للقرض العقاري والسياحي ويجر وراءه سجلا حافلا كمناضل سياسي وكأحد الاقتصاديين المغاربة المشهود لهم بالكفاءة العالية الأستاذ سهيل نعود بك إلى بداية كنت تلميذ بتانوية محمد الخامس بالدار البيضاء وعضو في الحزب الشيوعي المغربي اللي كان وقتها في السرية والإضراب اللي قمتوا به وقدلت دخل عامل المدينة الجنرال دريس بن عمر كان في شهر رمضان اللي كانوا في السنة ديال الف وتسعمية واربعة وستين القسم لك الوقت لنا في قسم الباكالوريا ومجينا الصباح للتانوية ولقينا الإخوان ديالنا والرفاق ديالنا اللي كانوا داخلين حكاونا على أنهم أعطاهم العدس في الصحور ولا في العشاء وباللي هما حتجوا وخابطوا عملوا مظاهرة في وصل الديناء أنا دك اللي يسمو حمد الخامس اللي موجود في جوج مارس كان قريب لواحد العدد ديال الفيلات وسكان اللي كانوا الأوروبيين موجودين بكترة وما هبطوا بمسيرة ديال الداخليين تحت الجو طبعا لغد ليه تخدا قرار بترضهم وملي جينا القراءة وصباحا قالوا النارة غلي قرار باش يترضونها من الداخلية وكترة هم مشهولة دار البيضاء وترضوهم تعمل اللي سي فأنا دك تلامد كان عليه موحد تقريبا كل الأقسام كانت غادية في في الاتجاه باش تسأنا في الدراسة إلا قسم أو اتنين القسم ديالنا على كل حال قررنا باش نبدو الاحتجاج وتمت الإحاطة ديالنا بالهدوك اللي تيكون وتيساعدوا قلو خوضوا الماتريكول ديال هاد جماعة ديال هاد جماعة دي كنا شيه تلاتين ولا أربعين واحد وانا دك قررنا باش نقلصوا اللي شافونا تلامد الخرين كان قلصوا في الارض جاوا تخرجوا من الأقسام ديالهم وقلصوا عمرات الساحة بالتلامد وبدينا كان نقولوا ما نرجعو نقرأو حتى تعفوه على هاد تلامد يرجعون من بعد جد المدير اللي كان ذاك الوقت تسيل حجوير جاد دخل العامل يال الضربدة اللي كان هو الجنرال دريس بن عمار العالمي اللي كان يالله رجع من المعارك ديال السحاء أو ما يعني رجل معروف بأنه حازم حاولوا بدو معنا بالتهديد واحنا كنا شوية ذاك الوقت ذا صري يمكننا نقولوها بأنه قلنا له احنا ماشي ماشي نفي حسي بيضاء وتخصوه ردو صحابنا واحنا ندخلون قراء وما كينتاشي مشكيل من غير هذا من بعد جات هديئة من من طرف الإدارة ديال التانوية على أساس أنه ما يكون غير الخير رجعوا للمدرسة قلنا لهم ما ندخلوه بالأقسام حتى دقولوه في الراديو كيف ما قلتوه باللي ترطتوهن في الراديو هدو قلوه في الراديو بلإن هم آآ غاديستأنفوه الدراساء لآخرة وفاكنت هدي من البدايات ديال 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 تعبيئات تلميديا وسيكون لها ما بعدها لأنها عداد كبير من هدوك تلمد مشاول الجامعة من بعده ولبعضهم صبحوا قدف لينام وحقيقة انه ذكرها لا تنسخ ولكن هاد هاد التانوية هدي بالضبط كانت مشهود لها بالاحتجاجات خصوصا في يام الحرب ديال الززائر ويام التفجير ديال القنبلة الدورية ديال الفرنسيين في الصحراء الززائر انا داك وكانت تقاليد ديال الاحتجاج موجودة في التانوية احنا ما خلقناه ولو في الواقع تبعنا تبعنا الناس اللي كانوا فيتين في هاد الاتجاه هاد التانوية ستلعب دور كبير فيما بعد في احداث مارس الف وتسعمية وخمس وستين ما كانوش بزاف ديال التانوية في الدار البيضاء كانوا بالنسبة للذكور كانت مولي عرض الله وكانت محمد الخاميس وكان بالنسبة للإينات كانت ذاك الوقت التانوية ديال ليسي شوقي اساسا ولكن طبعا كنا قلال عدد ديال التلامد ولا الطلبة انا داك قلال في المغرب والاحتجاج كذلك ديال مارس خمس وستين جاء من من بعض القرار اللي كانت تاخدوه وزير التربية الوطنية انا داك اسمه سيب العباس اضن الى لازلت اذكروه على انه كان عندهم اشكال ديال استقبال التلامد وعملوا بعض السياسات اللي كانت تقصي تلامد في الطريق لماذا تتوفقوش في الامتحانات وكانت صعوبات كبيرة باش الدرار يدو زمن الابتداء للتانوية كان داك شي يعني الخسارة لا تتصور بالنسبة لهم فبغوا يعملوا نفس الاجراء بالنسبة للمرور من الاعدادي للتانوي ومن تما جات الحتجاجات خرجوا تلامد هما اللي خرجوا في مارس خمس وستين الضربية ما كانش فيها جامعة كنا احنا في الواحيدين اللي موجودين في كلية الحقوق في الضربية كانت في العبارة ديال الستيام ونقدر نقول لك باللي عدد الطلبة اللي كانوا فيها مجموعين لا يتعدون تلتمية واحد انا داك وعدد منهم موظفين وتلاميذ وطلبة في 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 نفس الوقت فمن ثم ما طلقت التانويات ديال مولاني الحسان آآ ولاة فاطم الظهرا في ما بعد بالنسبة للاناث ثم محمد الخاميس ثم مولا عبد الله ومن ثم ما بدأت الاحتجاجات وطبعا آآ البعد آآ ولات آآ ولات آآ انطفاضة شعبية بكل معنى الكريمة لانها طالها قبع كبير والضحايا ديال خمسة وستين كتار والاسف عدد الارواح زهقت وكان تخل الجيش وتخلو الدبابات وكان قبل كبير طبعا طبعا اه شفنا الاشفنا الاطلاق النار وشفنا الاشفنا الباريكاد وشفنا الاعتقالات بتعتقلو عدد ديال الاساتي ده من من تنويض محمد الخاميس بقي تنعقل اعتقلو السعب قادر المزيني واعتقلو سشمعون ليفي واعتقلو عمران الملح وعدبوهم بواحد شر عدب يعني عمران الملح اذاك الوقت كان رجل متقدم في السين نسبين والقيا القبض على رافقنا عبد المجيد دويب وبالنسبة للطلباء اعتقلو سجل ثلاثة من كليات ديال ديال الحقوق اتا اذكر من بينهم واحد صديق ديالي كان اسمو ناصر وطبعا جمعو ناس خرين اللي كانوا في المظاهرات وانا داك كانت تضروف قاسية بالنسبة للناس الذين اعتقلو وعدبو والناس اللي متوا ما كانوش يخلو لجوتة ديالهم عند العائلة ديالهم ومبعد من ليجات العملية ديال المصالحة اللي تمت راها بنت الأمور على انهم دفنوا في مقابرة جماعية وعددهم كان بعض المئات للأسف اذمون عمران الماليح فين كان وقتها؟ عمران الماليح كان أستاذ ديال الفلسفة في محمد الخامس ايه انا قريت على عمران الماليح ستستغرب لذلك كان عندي أستاذ الفلسفة فرنسي ولكن كان عندنا سعة ديال الفلسفة اسمها الفكر الاسلامي وكان الأستاذ هو عمران الماليح هو اللي قريت الفلسفة العربية الاسلامية عن طريق عمران الماليح وعن هو اللي عرفني اشنا هما اخوان الصفاء واشنا هما المعتزلاء وشكون هما القرامطاء والفكر اللي عرفته للتعرف الاسلام من أول واحد اللي لقانني هذه الأمور هو عمران الماليح كان واحد من القادة التاريخيين لحزبكم؟ كان احد من القادة التاريخيين للحزب الشيوعي وكان من احد القادة ديال المقاومة المسلحة كذلك ديال الاسود نهاية الارباعينات والخمسينات يعني كان في الحزب الشيوعي وكان احد قادتهي وكان عايش بطبيعة للحال في سيريا وعلى النطق دياله بالعربية والطريقة دياله وكان الناس يقولون له حاج في الحومة اللي كان مخبي فيها ومعهم وستشروه معه قلت لي انهم اعتقلوا ايضا شمعون ليفي شمعون ليفي شمعون ليفي استادي شمعون ليفي قرانين الاسبانية المدة ديال 3-3 سنين على 4 واقلة فشقريت الاسبانية وشمعون هرسوه يعني خرج من الحبس يعني لا الاضلع دياله ولا الدين دياله يعني وربما ما ناله شمعون من تعديب يوازي ما ناله رفاقه والاخر اللي كانوا معها في السيج معناه كنتو متغلغلين في اوساط رجال التعليم؟ لا هادو كانوا البعض فيهم هادو هادو الناس اللي كانوا بيني شمعون كان قائد نقابي اه وعبد المجهيد كذلك اه عبد قادر المازيني كان من بعد غادي يقول لي بروفيزور ديال الليسي وكان رجل اللي متمكن وكان يفكري ولي استاذ في الجامعة وكان رجل اللي انا في ذاك الوقت في الحزب ومعارش باللي عبد قادر في الحزب وكانت هو استاذي عفا من بعد تعرفت عليه كمناضي اه في الحزب هما ذاك الوقت تلفاء اللي كانوا تلفوه كل من هو فيه شوية ديال ضغ ديال التقدميين اعتبروا على انه من الناس اللي اللي كانوا مورال حركة ديال 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 65 وانا ذاك كنا وقعت لنا واحد واحد الامر من اعجاب ما يكون مشينا واحد كنا كنا عندنا واحد تعضو ديال الاتحاد الوطني لطلابات المغرب اه في الكلية وكان ذاك الوقت الكاتب العام دياله هو رافق ديالنا الله يرحمونه عبد العزيز الخالدي اللي كان محامي فيما فيما بعد وكان ذاك الوقت دخل من من الخارج عبد الله ستوكي اللي هو اصدقه من راكسين بجوج كانوا معارفين وقالك يلا نمشي عند المحجوب بنصدق نقول له يدير الاضراب العام يعني كتتصور لك الوقت الكبير فينا عنده عشرين عام ولا واحد وعشرين عام ومشينا مشينا عند المحجوب مشينا الاتحاد المغربي للشغل بغنا نشوفه السيد المحجوب استقبلنا تصنطلينا وقاللينا هادي مشي حركة ديال الجماهير بغلاب الفرنساوية سنه پا موفمان دماس ستا موفمان دفول ولي هادا الناس اللي شيروا على الحافيلة اللي غادياب العمال يخدمو ولي ضربو البابان دلمعامي ضربو العمال ميمكنش يكونوا توريين ميمكنش يديروا التورة ولي هادا هاد شيرا غاديبين الكاريتا ونتنصحكم بشو تدخلوها غاديين يقروا ومنعتزوا بقي تلعقل تندكر يعني ديك 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 الحالة اللي كنا احنا فيها وخرجنا طبعا غضو غضبانين احنا يكنوا احلود فيه شربعة ولا خمسة ديالطلبة احنا نقول هذا رجعي وبيع المات شو ومباقي شي شوف الشعب المنتافض وتيحبس المدى ديالتاريخ قال لي عبد السمد بالكبير في حوار كنت جريته معه ان وراء احداث 23 مارس 1965 مناضلين من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومناضلين من الحزب الشيوعي كيف تعلق على هذه الشهادة؟ بطبيعة الحال كانوا عندنا رفاق احنا بين التلاميذ احنا كان عندنا خلايا ديال التلاميذ انا دخلت للحزب و انا و انا و انا تلميده و واحد العدد من رفاق تخلوه فيما بعد طبيعة الحال كانوا هما وسط المعمعة لان الاحداث ديال المارس 1965 اساسها سياسي مشي الناس جاهم الرسوق و خرجوا يبدوا يشيروا بالحجر امام قرار اللي هو كيمس التعليم و احنا لازم نفهد المنصبة ديال التعليم و التلاميذ اللي كانوا طبعا متسيسي اه خرجوا ضد قرار حكومي اللي اعتبروه جائر و انه غادي يمنع الولوج الى التعليم والى التربية بالنسبة لهم فكانوا طبعا كانوا ذاك الوقت كان الحركة التقدمية فيها الاتحاد الاشتراكي اللي كان قوي ما نعرفش كيفاش كانت تنظيمته على مستوى التنويات ولكن السيوعين كانوا عندهم تنظيمات الليسي محمد سانك ديال المراكش معروف ما هو ستوكي كان من الزعمة ديال الحزب ديال المراكش و حسن بن عدي والعمراني و ما ادركوا معا و حد العدد الاسماء اللي ممكن اللي نذكر لك اللي من بعد تلقيت بهم في الجامعة و كانوا عندك الريفاق اللي جاوا من فاس اضافة الريفاق اللي كانوا في الربط واللي فوجده واللي فتطوان يعني كانوا موجودين انتشارت الحزب التنويات كان موجودا ما الذي يدفع الشاب كل ابواب المستقبل مفتوحة امامه البكالورية وقتها عندها قيمة الانخيرات في حزب يساري سري و يبحث عن المشاكل ترجع الاصل اللي كبرت فيه انا كبرت اسرة اللي متسيسة ابوا كان في حزب الاستقلال و ساهم مو ساهمته انا ذاك في اطار المقاومة اللي كانت النقص السياسي كان دخل دخل البيت ديالنا ديال درج ديفين كبرت و فضرناه مع مع مي مع جديرا مع واحد العدد ديال الناس فكان يعني السياسة خديتها وصل العائلة رضعتها في الوسط العائلي ديال كان مفرود تبقى في حزب الاستقلال ما مشيتش للحزب الاستقلال مشيت لان البدايات ديالي كانت عن طريق المخيمات الصيفية مع سببه الوردة في الأول ثم مع سببه العاملة اذا الشببه العاملة انا ذاك اللي كانت في الاستقلال مستقل على الاستقلال ولكن كانت عندها تقافة عملية تقافة ديالليها صار وبقيت في السبيب العاملة حتى دخلت المخيمات وتعرفت على أحد العدد ديال الناس وأنشطة ثربوية وأنشطة مصراحية وعمامي كانوتا وما في دخلين في هذا في هذا الشيء كان عادي باش نتازم سياسيا كان يمكن أن نكون اتحادي لأنه بمشا الاتحاد مشاب في الانفصال مشام على الاتحاد واحد النهار جاء قال لي هدوك الاتحادين لا يتاقون قال لي واش كتصور قال لي هذا السيء عبد الراحم رحم الله قال لي حبس لنا عدد ديال الأطفال اللي تياخدوا تعويضات العائلية الاستاذ ديال الأطفال كانوا دك الوقت كتاخد تعويضات العائلية شحان ما كانوا عندك ديال الأولاد واعتبر الوليد الله يرحمه بأن هذا القرار ما يمكنش ياخده إنسان قريب للشعب قال لي صافي ما بقى عنا ما يدار معهم وطبعا هاد هاد الأمر كان عنده بلا شك أن تعتير أنا مشيتش نقلب على الاتحاد وما لقيتهمش كون كانوا في ربما كون لقيتهم في التانوية نكون معهم ولكن اللي دخل يعني ندخل للحزب الشيوعي أظن عنده ارتباط بالثقافة ديال أنا داك القرارة اللي قريت الكتب اللي قريت وكنت مواضبة على القراءة على التاريخ اللي تعلمنا على الماركسية على الفكرة على الفلسفة هادي كل الأشياء اللي دفعتني لأخذها تطريق هادي ترجمة نانسي قنقر